اللافت بقى انه مش احنا بس في مصر اللي اهتمينا بخبر الاعلان عن الصفقة مش احنا بس كمصيرين اللي قعدنا نتابع المؤتمر الصحفي ومش بس الصحافة المصرية هي اللي اهتمت بالتفاصيل وبالارقام وبالابعاد والدلالات لهذا المشروع وانا بتابع الاخبار العالمية مفيش وكالة اجنبية مفيش صحيفة اجنبية مفيش وسيلة اعلام اجنبية غير وهتمت بالخبر ده مش بس الوكلات ومش بس الصحافة اللي معنية بالاخبار الاقتصادية الكل بيتكلم عن الصفقة العظيمة الكبيرة اللي مصر قامت بها الكل بيتكلم عن شهادة الثقة في الاقتصاد المصري الكل بيقول انه مصر قوية ومصر قادرة ده الموجود والملحوص في كل وسائل الاعلام والصحافة الاجنبية وخليني اعرض لحضراتكم بعض من هذه الصحف يمكن اول صحيفة نستعرضها هي الفاينانشل بوست وهي معنية طبعا باخبار الاقتصاد اتكلمت عن بيجست ديل اكبر صفقة افر يعني في تاريخ مصر او على الاطلاق مع الامارات العربية المتحدة انفستنج 35 مليار دولار وفي المتن بقى الخبر تفاصيل اكتر عن الاموال اللي هتضخ فكرة مشروع التنمية العمرانية اللي مصر بتقوم بيه سواء في راس الحكمة او على طول خط السحل الشمالي الغربي وبشكل عام سياسة الحكومة المصرية في مسألة التنمية وفتح افاق اوسع في المشروعات وانحنا كمان فكرة تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة واتحت فرص اكبر للقطاع الخاص التقرير مليان بالتفاصيل وبالمعلومات عن هذه التوجهات الخبر اللي بعده او الصحيفة اللي بعدها او وسيلة الانباء اللي بعدها هي طبعا وكالة الانباء العالمية رويترز ورويترز طبعا بتهتم بكل الاخبار سواء في الجانب الاقتصادي او الجانب السياسي وهما ركزوا جدا على الخبر دوت وتكلموا عن ميجر انفاسمنت يعني استثمارات ميجر اساسية وكبيرة وقوية جدا في راس الحكمة وبرضو بيتكلموا عن ضخ 150 مليار دولار على مدة او على مدار سنوات تنفيذ المشروع نقلا عن الدكتور مصطفى مدبولي ايجيبت برايم منستر رئيس الوزراء طبعا ورئيس الحكومة مش بس رويترز ومش بس فينانشل بوست كمان بلومبرج الحقيقة اهتمت جدا باخبار الاعلان عن اكبر صفقة في تاريخ الاستثمار المباشر في مصر وتكلمت عن اكبر صفقة على الاطلاق مع الامارات العربية المتحدة وتكلمت عن المية وخمسين مليار اللي هيتم ضخها وتكلمت عن الخطوات اللي مصر بتاخدها في مجال التنمية العمرانية والخطة الكبيرة والواسعة والشوط الكبير اللي احنا قطعناه في هذا المجال في راس الحكمة ورجعوا كمان اتكلموا في التقرير عن العالمين الجديدة واللي حصل فيها والشغل اللي شهدناه ده يمكن الصحافة الاجنبية وده بيعكس النهار ده زي ما بيقول لحضراتكم انه المشروع دوت ما هواش بس صفقة اقتصادية وانتهى الموضوع عند الحد دوت المشروع دوت بيعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري وبيعكس كمان ثقة المستثمرين ايا كانوا هم منين طبعا احنا عارفين انه علاقتنا بالامارات علاقة قوي جدا بس محدش بيحط فلوس غير وهو عارف ان الفلوس دي هتعود عليه باضعاف اضعاف الاستثمارات اللي هو حطها ومحدش هيحط فلوس في دولة غير وهو عارف انه البولة دي هي فيها كل عناصر وكل مقاومات الاستثمار وفيها كل العناصر لتخليه يكسب ويربح ويبقى المشروع بتاعه ناجح ان كانت التفاصيل او نقاط القوة في المناخ استثماري بشكل ما او الاجراءات الحكومية او ان كان على مستوى بقى العناصر الطبعي احنا بنتكلم على منطقة من اجمل المناطق في العالم بقيت للصحافة لا استعرضها مع حضراتكم هي صحافة محلية لكنها برضو اهتمت جدا بهذه الانباء اخبار اليوم مثلا حتى منشط اساسي او العنوان الاساسي في صدر الصفحة الاولى الخير قادم لمصر اللهم امين يعني الشعور العام عند الناس كلها من بعد الاخبار بتاعتم بارح انه الخط يكر ونبقى قدام صفقات اكبر ونبقى قدام مشاريع اكبر وتتوالى بقى علينا المشروعات اللي من النوع دوت والاتفاقات اللي من النوع دوت والصفقات من النوع دوت كلها بتشغل البلد كلها بتحرك البلد فرص عمل اقتصاد عجلة اقتصاد دايرة عجلة انتاج دايرة والخير يعوم باذن الله ده عنوان اخبار اليوم الاهرام كمان حطت في صدر صفحتها الاولى 35 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة في اضخم صفقة استثمار بتاريخ مصر بمشاركة اماراتية ويضم منشآت سكانية وفندقية ومنطقة مال وصناعات وتكنولوجيا كل دا تفاصيل مهمة جدا نترقبها لهذا المشروع الضخم ايضا في الجمهورية صحيفة الجمهورية كمان اتكلمت من ضمن الصحف بشير الخير تتدفق من رأس الحكمة لاستثمار الاجنبي المباشر الاضخم في تاريخ مصر بشراكة مع الامارات الشقيقة وتفاصيل بقى رسالة ثقة في مصر وثبتها واستقرارها والفرص الاستثمارية الوعيدة بيها وكمان يعني رسالة تفاؤل مهمة جدا مجموعة مشروعات قادمة كلها من العيار التقيل يتم تحضرها لطرحها عالميا هو دا اللي بقوله لحضراتكم انه المشروع دا هو اول الخيط زي ما بنقول او بشرة خير تتوالى بعضي على ما يبدو كده من اللي احنا بنعرفه من الكواليس انه يكون فيه صفقات اكبر واكبر وصفقات كلها تحمل الخير وكلها عبارة عن شهادات ثقة في الاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر